والحقيقة عجبني جدا 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 وانا متواجد خلي بالكم الديتيلز الصغيرة والتفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق النادي الاهلي عن كل نادي الحقيقة الكابتن طبعا بعد ما شكر الدولة اكيد وشكر المسؤولين والمهندسين وكبار المديرين يعني العاملين في هذا الصرح لكن كمان كابتن منسيش طبعا العامل الصغير العامل اللي هو بجد بيشتغل اكتر من 12 ساعة في اليوم وكان بيشتغل بحب كبير جدا جدا للنادي الاهلي وكان فيه صورة جميلة طبعا كابتن محمود الخطيب بيكرم العمال الصغار العمال الصغار وطبعا اهداوم درع النادي الاهلي واتشارة النادي الاهلي الحقيقة كان كمان لقطة كل اهلاو بيفتخر بها الحقيقة كمان ان كل اهلاو مبارح اذا كان متواجد في النادي الاهلي فرع التجمع او على شاشة التليفزيون الحقيقة كان يعني سعيد جدا وفخور وعنده جزء من الانبهار من الصورة يعني خلي بالكو التنظيم دي الصورة طبعا اللي قدام حضراتكو تكريم العمال الصغيرين العمال اللي هو بيفحط ويحفر وبيشتغل 12 ساعة في اليوم عشان يظهر هذا المنظر اللي قدام حضراتكو منظر حضاري وفرع الحقيقة يدعو للفخ لقطة كانت جميلة جدا ولمسة يعني جميلة مش يعني وانا بتكلم دايما الكابت المحمود الخطيب في مجلس ادارته يعني دايما بيخرجوا بره الصندوق شوية اه طبعا شكر الدولة ومسؤولين ولكن كان مهم جدا الست طيبة اللي حضراتكو شايفينها دي اللي تعبت وجهدت قد ايه فرحتها وقد ايه سعادتها للكابت المحمود الخطيب وانها متواجدة على شاشات وملايين الناس بتتفرج عليها وهي بتتكرم بهذا المنظر الحضاري هذا العامل اللي اكيد هو طبعا ولاده وقريبه واصحابه فرحه وطاره به من خلال رؤيتهم في التليفزيونات والشاشات دي لقطة الحقيقة لقطة انسانية رائعة من الكابت المحمود الخطيب ومجلس ادارته بتدل دايما تدل دايما على ان النادي الاهلي النادي الاهلي يا جماعة في حتة تانية حتة تانية بانشاءاته وبطولاته بمجلس ادارته بجماهيره لقطة الحقيقة هو صورة رائعة كانت من افضل ومن احسن الحاجات للحقيقة اللي انا شفتها مبارح كان فيها حاجات كتيرة جدا جدا شفتها مبارح زي ما بقول لحضراتكو تعدعوا للفخر بقولك الاجيال كلها متواجدة احنا قابلنا يعني الناس ولعيب اكبار جدا جدا كانوا سابقلنا كمان الاطفال والبساطة في هذا الحفل يعني فيه نوع من البساطة ولكن البساطة للشيك جدا حاجة كده يعني حاجة يعني تدعو للفخر الحقيقة الاطفال اللي بيغنوا للنادي الاهلي تواجد الكابتن محمود الخطيب قمات كثيرة جدا جدا على مستوى الدولة وعلى مستوى الرياضة كانوا موجودين في هذا الحفل الكبير